كما كنشوفو فبالنسبة تقنيا ففريقتي حطانجا كيمر من أسوأ المواسم ديلو فصعب أنك تخد كما 11 شهر مقابلة ولا 12 شهر مقابلة وتكون عندك في الجعبة ديالك جوجة النوقات فهذا كيكون صعب لا إداريان ولا لا اللاعبين ولا لا الإدارة الفنية ديال الفارق فريقتي حطانجا هذه الموسمة المعاناة اللي عانى منه هو مكانات شو حد دراسة دقيقة على كيفاش غنستقطبو اللاعبين وش من نوعين اللاعبين اللي غنحتاجوه وسمعنا كلام معنى أن فريقتي حطانجا عنده واحد المشروع مع السيد بدو الزاكي اللي كان كل واحد الاحترام ودري في مستوى وانا قنعرف أنه بدو الزاكي أنه مدمجا الفارقتي حطانجا فوجا على أساس وحل هدف اللي أنه هدف يكون كبير وفي المستوى فمن بداية السنة فسمعنا أنه كينا مشروع كينا استقطاب لاعبين شاباب نحن ما نقوله بعض العبارة لعبين هوات لأنه ما كانش لاعبه الهاوي كان لعب شاب جيبتي لاعب شاب ما عندهش تجريبة وهذه الضريبة اللي اليوم فارقة كي مرمنا يا الضريبة أنه جاب لعبين شاباب ولكن ما قحمش معهم لاعبين دو خبرة ودو كاريزما ودو مستوى في بطل الوطنية اللي جاي لنشوية في البطل الوطنية لأنه كي ما كان عرفه مدينة في حال مدينة طانجة فهي كتعتبر في حالة في حال مدن ديال الضربية والريباط من ناحية القاعدة الجماعيرية ديالا لأن اليوم طانجة مطلب منه في أي موسم فأنها تجيزكون من الخمس الأوائل احنا يا دابا عرفنا أن السيد بدو الزاكي جال فالقتيحة طانجة السقط بواد اللاعبين وأنا مأكد على أن بدو الزاكي وكنت يجيتي عنده في بداية السنة وقلت له أنني لعب على البطولة ولا لعب على كأس العارش ولا عندي شي هدف أن نحتاج أن نحتل إحدى المركز الأولى فضروري فالزاكي فهو ايجيب لك لعبين كما كان قلو بطل عبارة ايجيب لك لعبين دو مستوى عالي احنا عارفين أن المشروع ديال المكتب مستير للسابق أنا على ما أقول فهو كان فاشل مشروع فاشل لأنه أنا ممكنش تغماره وتكون أو بعد أول حاجة في انتك المكتب بداية ديالك يالله بديتي في الفارق وبديتي في تسير فأنك من الأول أنك تدي وتقول أنني غانا لعب لعبين شابب فهذا صعب صعب أنني غانا لعب على مشروع ونجيب لعب ما هذا شي اللي كنا كنا نسمعو حنا في مدينة طانجة هذا شي بالرغبة أنه كنتم ممكن بعادين في مدينة ضربي دول لكن احنا في مدينة طانجة كنا نسمعو فارق عنده مشروع فارق يجيب لعبين بأتمينة رخيصة وانتشي ما بقاش في الكورة المغربية فما كنش لاعب تمان رخيصة كينلاعب عنده عاطاء في المستوى كيتقادر مبلغ معين وكينلاعب اللي ما كيكونش عليه العين وما كيكونش متابع وما كيكونش لاعب في المستوى كي يجيبو حتى من هو وما كيكونش ناشنا الطريقة اللي كيف تسيرت الأمه فارق تحطنجة وستقطاب لللاعبين فكنتأسف كنتأسف بزاف لأننا فارق تحطنجة أنا بعدها كنظر لارصيف أنا كأوسى مغاري فانا تربيت في الفارق من منص صغر حتى الفارق الأول ومرت بجميع المراحل تسيري ذي فارق تحطنجة من عدة رؤاساء وكانوا رؤاساء كما كان قلوبة العبارة ما كانش عندهم المادة كثيرة ولكن كانوا كيعرفوا كيف يسيروا كانت عندهم شخصية كانت عندهم وحد القيمة وحد الكاريزما هاتش اللي افتقدناه مؤخرا احنا ماشيه هنا باش نضربوه في الناس ولا باش نقولوا كلام احنا كنهضروا على الكاريزما أن شخصية أنك كرائس ميكتجيك تسير فارق كورة القدم فانتا كما كان قوله خصك تدلق تنفودنك وتسمع غين الناس اللي هما تقنيين و اللي هما أكفاء في الإدارة باش أنك تمشي القدم فميمكنش أنت يكون عندك الهاتف ديالك مشغل يوميا وتسمع آراء ديال الناس من الشارع لأن الجمهور اللي كيهمو احنا كنعرفوا الجمهور المغربي عام مثلا ولا الجمهور ديال أي فارق في العالم اللي كتهمو ورقعة الميدان أنا كنبغي قسنين شوف 11 رلاعاف في مستوى باش مينطلع نهارد الحد لنهارد السبت قسنين شوف فارق في مستوى مانا المشاكل تسيرية أنك كتسل 8 مليار 10 مليار 20 مليار 100 مليار احنا كنجمهور ما كنفهموش فاتشياد احنا كنجمهور كيهمونا الميدان كتهمونا النتيجة كنسالي المباراة كنقول أن الفارق ديالي فاز واتشي اللي افتقدنا مؤخانا فارق ديالي حطانج ادخلنا فاحت الصراعات رجاء المكتب موسيير الصابق كدخل في كلام مع مع الصحافة أنني عندي 8 مليار عندي 8-9 مليار والفارق كيغرق انتك تهدر على المال والفارق كيغرق انتك تخصيك محتاضينين وما يمكنش تجيب محتاضينين اليوم محتاضيني ده بغتي يجي يجي يحتاضنك في الفارق ديالي ويعمل لك وتعمل لك إشهارك فارق في خسك يكون عندك فارق المستوى وفارق المستوى انتك مسؤول كتصنعه انتك تصنع فارق المستوى انني عندي أنا شركة غانجي باش نعطي بروديا لي أنه يتصوق سني نشوف انك انتك مكتب مشتوى وجاي بوح اللاعبين في مساوا اللاعبين معروفين وطنيا اللاعبين يغي وصلنا لعبا الافريكاء اللاعبين يغي وصلنا بعض البوطولة اللاعبين يغي وصلنا لك أصل العرش هذا الشيء الذي تجعل أي مستشار إذا أريد أن يساعدك نقول لك أن نطلبه أن مدينة الطنجة فيها الناس تبارك الله غانين وما يساعده لا يمكن أن يساعدك وأن تقول عندي مشروع ديها 4 سنين وهذا يجب أن يكون لديه شركات وعنده رسالة يقول لك وصبر أو 3 سنين تبارك 4 سنين وتجد فرقها مزيان ونجينا نعمل لك إشهار هذا هو الغلط الذي نحن فيه ونسينا الرياضة ونسينا التقنية أدرنا أني يريد أن تعاوننا automated فأناقش ملاحبين في مستواء وبقنا نتناقش على الشيطان سمامي نضع الفلس سوف اخرى معه وتعطي فارغ اصدقني فارغ اصدقني, اصدقني ليس بسيطان اصدقني اصدقني فارغ في مستوى لا تتحكي المشاكلي اليوم ان اصدقنا لدينا من الحياة ربما نحدخ المحاول للوسخرة يجب أن نحكي لهم مشاكلنا أنا أعملت و أنا أجيبت هذه من هنا و أنا أجيبت لا أجيبت لهم مباركة للدار أنت ركي مسؤول أن تجيب لهم حل حاجة للدار أجيبت لهم وفارت لهم و هذا الجمهور أتمنى وخير